حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزاً هاماً على نظيره بوركينا فاسو بهدفين الهدف لحساب الجولة الثالثة من تصوية كأس العالم 2026 بهذه النتيجة عزز المنتخب الوطني صادراته للمجموعة رافعاً رصيده إلى النقطة التاسعة من ثلاثة انتصارات في سعيه لاستعادة تألوقه ومكانته المرموقة قارياً ودولياً حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم انتصاراً ثميناً على ضيفه منتخب بوركينا فاسو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاذ القاهرة الدولي في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 سجل هدفي منتخب مصر نجمه محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين الثالثة والثامنة من عمر الشوط الأول الذي تبار فيه لاعب المنتخب في إضاعة عدة فرص محققة لحسم اللقاء بنتيجة أكبر لا سيما في ظل اعتماد المنتخب في الشوط الأول على الضغط الهجومي الكاسح على دفاعات المنافس وفي الشوط الثاني تراجع أداء منتخب مصر بشكل ملحوظ في الوقت الذي تحسن فيه مستوى المنتخب البوركيني ونجح في السيطرة على وسط الملعب ليتمكن الفريق الضيف من تسجيل هدف في الدقيقة السابعة والخمسين بعدما تابع لاسينا تراوري كرة رأسية تصدى لها محمد الشناوي ليضع الكرة في الشباك بسهولة وسط غفلة من مدافع المنتخب فوز المنتخب الوطني في اللقاء الرسمي الأول تحت قيادة مديره الفني حسام حسن عزز صدارة المنتخب لترتيب المجموعة الأولى لتصفيات المنديال بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط محققاً العلامة الكاملة بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية فيما توقف رصيد منتخب بوركينفاسو عند أربع نقاط في المركز الثالث للمجموعة